السلام عليكم الولايات المتحدة الأمريكية حركت جنود المارينز من أجل الاستعداد لساعة الصفر القادمة تجاه حزب الله اللبناني وهذه التفاصيل كانت قد نشرت من عدد من المصادر الأمريكية مؤخرا مثل على سبيل المثال الـ ABC News الأمريكية وكذلك قيادة قوات الأسطول الأمريكية الذي جرى أن الولايات المتحدة الأمريكية أقحمت USS Wasp وسط البحر المتوسط هذه السفينة تبدو للوهلة الأولى وكأنها حاملة للطائرات ولكنها في حقيقة الأمر هي سفينة هجومية برمائية أكبر حجما من العديد من حاملات الطائرات الموجودة حول العالم بالإضافة إلى ذلك أن على متن هذه السفينة المئات من جنود المشات البحرية الأمريكية المارينز وهناك العديد من المقاتلين الذين يظهرون بهذا الشكل من قوات المارينز المشات البحرية الأمريكية من صور من داخل هذه السفينة ومهام هذه السفينة ببساطة أن يكون هناك انتشار لهؤلاء المقاتلين من البحر إلى البر ولذلك هي سفينة هجومية برمائية كذلك على متن هذه السفينة هناك مروحيات من الممكن أن تحمل وأن تنقل المقاتلين مارينز مباشرة إلى مناطق الصراع وكذلك أن هناك على متنها العديد من الطائرات الحربية المهمة أبرز هذه الطائرات هي الـ AV-8B هارير وكذلك طائرة الشبح الـ F-35B Lightning التي تقوم بالهبوط بهذا الشكل العامدي كما تلاحظون وكذلك على متنها العديد من الإمكانيات والقدرات العسكرية الدفاعية والصاروخية كما تلاحظون هناك الكثير من القدرات والإمكانيات الهائلة في هذه السفينة الذي جعل من العديد من الأوساط الغربية المتخصصة العسكرية أن تصف هذه السفينة بالقاعدة العسكرية العائمة فوق البحار والمحيطات وبالتالي هذا يجعل هذه السفينة بأنها سفينة ليست بالعادية وفعالة للغاية وهذه السفينة طبعا ظهرت يوم أمس في الـ 24 ساعة الماضية وسط البحر المتوسط هنا كما تلاحظون باتجاه لبنان وكذلك إسرائيل وهذه السفينة ظهرت بالقرب في حقيقة الأمر من اليونان كما نلاحظ وهي التقت مع USS White Eisenhower حاملة الطائرات الأمريكية في هذه المنطقة ونفذت تعاملية مشتركة معها هذه هي USS White Eisenhower وهذه هي USS Wasp التي نتحدث عنها مع العديد من الفرقاتات والمدمرات كما تلاحظون وكانت هناك صورة ملتقطة من USS White Eisenhower تصور هذه السفن عن قرب واتضح من هذه الصورة على سبيل المثال بأن هذه المدمرة التي هي أمامنا هنا هي HMS Duncan البريطانية أي أن المدمرات البريطانية أيضا حاضرة وليست فقط السفن العملاقة والقطع العسكرية العملاقة الأمريكية في هذه المنطقة ونلاحظ هنا بأن USS Wasp هي قادمة من خلال هذه العملية المشتركة والصور الخاصة بها يتضح بأن هناك كما نلاحظ العديد من القدرات لنقل الجنود المارينس طبعا في أي لحظة إلى منطقة العمليات تلاحظ بأن هناك أيضا العديد من المروحيات الهجومية وهنا أيضا نحن أمام الطائرات الحربية وهذه السفينة بالتالي جاهزة تماما لطبيعة العمليات المطلوبة منها والقادمة على مستوى لبناء كذلك أن دخولها إلى البحر المتوسط يأتي متزامنا مع دخول سفن برمائية أخرى مثل USS Mount Whitney وكذلك USS New York التي أيضا تعمل على المستوى البرمائي في نقل الجنود وفي عمليات الإنزال للدبابات وغيرها وبالتالي هنا الواضح جدا بأن عملية الانتشار حتى هذه اللحظة بحسب هذه المصادر والتسجيلات الخاصة بالسفن بأنها موجودة تقريبا بهذه المنطقة باتجاه اليونان لكن ما هو متوقع بأن هذه السفينة التي نتحدث عنها مع السفن المرافقة لها ستقترب في الأيام القليلة القادمة متوقع الأسبوع القادم أو نهاية الأسبوع القادم أن تنتشر بالقرب من السواحل الإسرائيلية والسواحل اللبنانية مع السفن المرافقة لها من ضمنها مدمرة أيضا HMS Duncan البريطانية وهناك أهداف كبيرة بالنسبة لوجود هذه السفينة بأن في حالة إسرائيل هنا أعلنت عن ساعة الصفر وبدأت فعلا بعملياتها العسكرية فإن هذا الأمر كما هو معروف سيؤدي إلى حظر جوي كبير مطار بيروت لن يكون فعالا أبدا ولن تكون هناك أي رحلات نهائيا وعلى هذا الأساس ستعمل هنا هذه السفينة المهمة وهؤلاء المقاتلين من المشات البحرية لتأمين المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الداخل اللبناني ومن ضمنهم كادر السفارة الأمريكية في بيروت ليقوموا بعملية إخلائهم بسرعة بعملية سريعة لإبعاد الخطر عنهم لأن الولايات المتحدة تحدثت مرارا وتكرارا بأن المواطنين الأمريكيين لن يكونوا تحت الحماية الخاصة بحكومة اللبنانية حكومة اللبنانية سبق وأن أوضحت بأنها لن تكون قادرة على حماية المواطنين الأمريكيين في هذه المنطقة ولكن أيضا في نفس الوقت بحسب مسؤول أمريكي تحدث وصرح للأي بي سي نيوز الأمريكية بأن وجود هذه السفنية ليست فقط من أجل إجلاء المواطنين الأمريكيين من لبنان لا أبدا بل هم متواجدين من أجل الردع ردع من؟ ردع حزب الله اللبناني وردع كذلك الفصائل المسلحة المقربة من إيران إن كانت في سوريا وإن كانت العراقية وحتى ردع إيران من التفكير بالتصعيد بشكل أكبر تجاه المعركة ضد إسرائيل وكذلك أعطائهم صورة واضحة بأن الأمور ممكن أن تزداد سوءا بسرعة بوجود هذه القطع الحربية الكبيرة وبالتالي من الممكن أن يقوم حزب الله بإعادة النظر في طبيعة العمليات التي يقومون بها باتجاه إسرائيل من أجل محاولة بعاد الحرب عن هذه المنطقة ولكن أيضا في حالة أن هذه الفصائل التي هي تحاول الاشتراك بجميع الجبهات على إسرائيل وحزب الله اللبناني استخدموا غطاء ناري كبيرا وبدأوا باقتحام إسرائيل بعملية ممكن أن يقودها أو تقودها قوات الرضوان قوات النخبة في حزب الله اللبناني فإن قوات الماريزة المشاة البحرية 2200 عنصر من قوات المشاة البحرية الأمريكية ستكون حاضرة في هذه العملية لمساندة إسرائيل بالتالي هي أيضا تأتي لمساندة إسرائيل بشكل مباشر وكذلك لحماية قبرص من أي هجمات من حزب الله اللبناني وسبقا للسيد حسن ناصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني أوضح وهدد قبرص في حالة انطلقت طائرات منها بأن حزب الله سيستهدفها وبالتالي هناك رغبة أيضا في حماية هذه المنطقة لأن هناك طائرات حربية بالفعل من الممكن أن تنطرق من هذه المنطقة من ضمنها طبعا الطائرات البريطانية لتنفيذ عمليات مباشرة على حزب الله اللبناني وعملية وصول هذه القطع الحربية هنا في هذه المنطقة كما هو متوقع في الأيام القليلة القادمة هو سيتزامن أيضا مع وصول حاملة طائرات أمريكية عملاقة ليس للبحر المتوسط وإنما للبحر الأحمر ونتحدث هنا عن فيودور روزفيلد التي من المفترض أن تقف بمنطقة بهذا الشكل وسط البحر الأحمر هي تأتي طبعا لمواجهة جماعة الحوثي ولكن عملية تمركزها متوقع أن تكون هنا كما كانت تفعل يو اس اس دوايت آيزنهاور لأسباب مهمة للغاية أن تكون كل هذه القطع منتشرة بهذا الشكل ستوفر الحماية الكاملة لإسرائيل من العديد من الهجمات التي ممكن أن تتعرض لها على سبيل المثال الإسناد كما تحدثنا القادم من هذه القطع البحرية يو اس اس واسب التي تحدثنا عنها وكذلك أيضا يو اس اس دوايت أو يو اس اس ثيودور روزفيلد عفوا من الممكن جماعة الحوثي إن حققت أي هجمات مستقبلية على هذه السفينة أثناء اقتحام إسرائيل للبنان فأن هذه السفينة ستكون حاضرة في الضغط على الحوثيين التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة وكذلك هذه القطع نوعا ما ستكون حاضرة لمواجهة أي شيء أو أي تصعيد كبير قادم من الفصائل المسلحة إن كانت العراقية أو السورية أو حتى كان هناك هجوما مباشرة من إيران على سبيل المثال على إسرائيل كل هذه القطع مع القدرات العسكرية الأمريكية المنتشرة في هذه المنطقة ستكون كفيرة بالتصدي لأي خطر ممكن وبالتالي بانتشار القطع بهذا الشكل هنا علينا أن نعرف بأن ساعة الصفر ممكن أن تحدث بأي لحظة وبالتالي إسرائيل ستشعر بالراحة بالدعم الكامل وستبدأ بعمليتها ضد حزب الله اللبناني لتبدأ بتدمير البنى التحتية لحزب الله ممكن أن تقوم بعمليات اختيال للقادة بموجة ضربات كبيرة لتشوش وتحاول أن تضع حزب الله في موقف ميداني صعب وتحقق التقدم الذي تبحث عنه في نهاية المطاف وتبدو أن الأمور خلال الأسبوعين القادمة خطيرة للغاية خاصة من طبيعة ما يجري مع الطائرات المدنية التي بدأت تغير من طبيعة جداولها ورحلاتها تجاه لبنان كما نلاحظ هنا لوفتانزا على سبيل المثال الألمانية كانت قد أعلنت في الأربعة وعشرين ساعة الماضية بأنها ألغت جميع الرحلات الليلية إلى بيروت وهذا الأمر سيستمر حتى الحادي والثلاثين من يوليو القادم نفس الأمر كان ظاهرا من طبيعة تغيير الرحلات الخاصة بخطوط سويس وكذلك خطوط يورو وينغز كلهم قاموا بتغيير طبعا كل هذه الخطوط غيرت رحلاتها ألغت بعض الرحلات وهذا الأمر بدأوا به منذ التاسع والعشرين من يونيو الماضي وهو مستمر حتى الحادي والثلاثين من يوليو من هذا الشهر الذي نتحدث عنه وطبعا هذا هو الأمر الذي أكدته السفارة الأمريكية الموجودة في بيروت وطلبت مرة أخرى وحذرت مرة أخرى مواطنها من السفر إلى لبنان وقالت لهم عليكم إعادة النظر بسفركم إلى لبنان بسبب أن الظروف خطيرة وخطيرة للغاية وطبعا الصحافة الإسرائيلية بدأت تتحدث وبدأت تبرر لماذا إسرائيل مفطرة على الحرب ضد حزب الله ببساطة هي ذكرت بأن إيران الآن رغم أن إسرائيل تقدمت في قطاع غزة وسيطرت على نسبة كبيرة من قطاع غزة ووجهت ضربة كبيرة لحركة حماس إلا أن إيران منتصر بهذا الوضع الذي يجري ضد إسرائيل حيث أن المعركة في قطاع غزة لا زالت مستمرة في الجنوب هناك استنزاف لإسرائيل في الجنوب هناك استنزاف لإسرائيل من قبل حزب الله اللبناني في الشمال والمواطنين الإسرائيليين غير قادرين على العودة إلى منازلهم في الشمال وكذلك أن الفصائل المسلحة كلها تشترك في عمليات الهجمات على إسرائيل وإسرائيل هنا تواجه حرب استنزافية طويلة الأمد وهذه الحرب لا تحبها إسرائيل نهائيا إسرائيل دائما تبحث عن الحروب قصيرة مدى أيام قليلة وتنتصر مباشرة وبالتالي مثل هذه الحروب هي لا تنفع إسرائيل وبالتالي هنا إيران ما تقوم به كما تحدثت الجروزرم بوست هي تنفذ نفس ما كانت تقوم به إسرائيل من هجمات على سبيل المثال في سوريا من حرب طويلة الأمد تستنزف الفصائل المسلحة الحرس الثورية الإيرانية الآن الأمر انعكس تماما وبدأ يأتي من العديد من الجبهات والظروف في إسرائيل أصبحت خطيرة للغاية وبالتالي هنا وجدت الجروزرم بوست ببساطة بأن إيران إذا استمر الوضع على ما هو عليه وهذا ما تريده إيران بالضبط ستعلن الانتصار والنصر في نهاية المطاف على إسرائيل وبأن إسرائيل أصبحت هشة وهذا هو بالضبط الذي سيدفع إسرائيل للتقدم على حزب الله اللبناني لإضعاف حزب الله اللبناني لتأمين حدوده ولإنهاء هذه الحروب وعملية الاستنزاف لكي تستطيع إسرائيل فعلا من المواجهة المستقبلية مع إيران خاصة وأن إيران تتقدم نوويا في ظل كل الضغط الذي تتعرض له إسرائيل بهذا الشكل الذي نراه بكل تأكيد وبالتالي هذا هو الذي ممكن أن يدفع إسرائيل للتقدم خاصة وأن إيران مستمرة أيضا من أجلي وهي تستمر في عملية التهديدات المباشرة بتحقيق هجوم جديد مباشر على إسرائيل الأمر كان صادرا وواضحا اليوم من قبل أمير علي حاجي زادة قائد القوات أو قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثورية الإيراني ثبتت وكالة تسنيم في الأربعة وعشرين ساعة الماضية هذه التصريحات القادمة من هذا القائد المهم وهو يعتبر الشخص الذي قاد ضربات الصاروخية المباشرة التي رأيناها على إسرائيل خلال هذا العام تحديدا قال ببساطة بأنه في عام 2019 أسقطوا RQ-4 Black Hawk طائرة المسيرة الأمريكية بصاروخ واحد بعدها بعام هاجموا قاعدة عين الأسد بثلاثة عشر صاروخا للانتقام للجنرال الإيراني قاسم سليماني وخلال هذا العام هاجموا إسرائيل بعملية الوعدة الصادق بثلاثمائة صاروخ وقال بأننا نتمنى أن يكون هناك وعدا صادقا ثانيا ونقوم بمهاجمة إسرائيل بعدد من الصواريخ لا نعرف كم من الصواريخ ممكن أن نستخدم ضد إسرائيل وبالتالي هنا يوضح لك بأنهم يصعدون من صاروخ إلى ثلاثة عشر صاروخا إلى ثلاثمائة صاروخ ويحاول هنا أمير علي حاج زادة من الوصول ببساطة إلى معادلة ردع ضد إسرائيل لكي تبتعد إسرائيل عن توجه أي ضربات عنيف ضد حزب الله أو التقدم على حزب الله وأبقى حزب الله على وضعه الحالي لأن إيران ترى نفسها مسيطرة على إسرائيل وهذا هو الذي قد يبرر الكثير مما سنراه في الأيام القادمة وصول مثل هذه القطع البحرية دائما وأبدا ينذر أن الحرب فعلا على الأبواب اشتركوا في القناة